يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المنظومين الدائمين غدا اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السورية يأتي ذلك قبل يوم من عقد دورتين غير عاديتين لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وعلى أن تكون الدورة الأولى مخصصة لمناقشة تطورات الأزمة السورية فيما تكون الدورة الثانية مخصصة لتطورات الأوضاع في السودان شكرا